في الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم عن الملائكة تكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن صفاتهم المشتركة اللي موجودة بينهم كلهم وتكلمنا بشكل مفصل عن بعض الملائكة اللي احنا عارفينهم بالاسم والصفة والفعل اللي هما بيقوموا بي الحاجات والوظائف اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقهم ليها طول حياتهم بيقوموا بعمل الوظائف دي زي ملك الموت الموكل بقبض الأرواح إسرافيل عليه السلام الموكل بالنفخة في الصور وكمان حملات العرش وغيرهم وغيرهم من الملائكة العظام اللي لهم مهام عظيمة برضو زي منكر ونكير الموكلين بحساب القبر وفي الحلقة دي هنكمل كلامنا برضو عن أقسام الملائكة وهنتكلم عنهم حسب الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى هيأهم ليها مثلا حملات العرش ربنا سبحانه وتعالى خلقهم بهيئة معينة وهيأهم أثناء خلقهم إن هما يتحملوا المسئولية العظيمة دي كذلك ملائكة تانيين ربنا سبحانه وتعالى وكلهم بأمور معينة فخلونا طبعا في الحلقة دي نكمل رحلتنا مع الملائكة تأكد طبعا إنك عمل لايك مشارك في القناة فعالة نبقى لها شن تجرح الحياة اللي جاء أول باول شكرا بكل تأكيد لكل الدعميلينا على باتريون فوضفهم كاشو بايبل دعموكم دينا طبعا بيخلنا نستمر في إنتاج وصناعة المحتوى كمان شكرا لكل من كسبين على القناة اللي عملوا كانت ريزي رجوين اللي ما يجبكم بجراء سبسكرايب ومش عايز نطول كدير خالي الحلقة الكروبيون ملائكة ذكرهم الحافظ ابن كثير في كتابه البداية والنهاية ده الاسم أو اللقب اللي أطلقوا ابن كثير عليهم في الكتاب وإن كان اللفظ ده غير متفق عليه من العلماء لأن مافيش حاجة معينة من القرآن أو السنة بتثبت اللفظ ده كلمة الكروبيون لكن طبعا خلينا نتجاوز مسألة الاسم لأن احنا دلوقتي بنتكلم عن الملائكة المقربون الملائكة اللي موجودين حول العرش واللي طبعا من ضمنهم حملت العرش وهم أشرف الملائكة نظرا لأن الله سبحانه وتعالى قرر إن دول اللي يكونوا قريبين منه بالشكل ده قال تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون وقال تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وقال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمت وذلك هو الفوز العظيم دول الملائكة الموجودين حول العرش وهي دي الحاجة اللي طول الوقت بيعملوها بيستغفروا للذين آمنوا بالله سبحانه وتعالى بيدعوا ربنا وبيبتهلوا ليه إنه يغفر لكل من آمن بيه وليما يبقوش على الحالة دي طول الوقت كمان وهما مطلعين بشكل كامل على قدرة وإرادة الله سبحانه وتعالى مدركين تمام الإدراك بشكل إحنا صعب نتخيله وصعب إن إحنا نكون مدركين زيهم أصلا لأننا مش شايفين اللي هم شايفين ومن ضمن دول بقى جبريل وميكائيل وإسرافيل اللي تكلمنا عنهم قبل كده ومنهم كمان الملائكة اللي موجودين في السماء السابع بيعمروها بعبادة الله سبحانه وتعالى وذكر الله عز وجل ليلا ونهارا بدون انقطاع قال تعالى وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْطُرُونَ مفيش عندهم فتور مفيش أي نقص بيحصل في إيمانهم ولا في همتهم لذكر الله سبحانه وتعالى في منهم اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقوه على إنه يكون بهيئة الراكع وفي منهم يكون ساجد طول الوقت لله سبحانه وتعالى ومنهم كمان الأفواج اللي تكلمنا عنهم قبل كده بإنهم بيدخلوا البيت المعمور اللي موجود في السماء كل يوم بيدخل البيت المعمور سبعون ألف ملك والملك اللي بيدخل البيت المعمور ببيرجعش يدخله مرة تانية إلى قيام الساعة زي ما قلت لك قبل كده ومنهم كمان الملائكة المتخصصين في تهيئة وتجهيز الجنة وأعداد النعيم اللي هينعم به ضيوف الرحمن بيجهزوا الجنة بما لا عين رأت ولا أذن سمعت من ضمن الملائكة دول خازن الجنة نفسه الملك اللي بيسمى بردوان الاسم اللي ذكر في أحديث شهيرة وزي ما فيه ردوان خازن الجنة في مالك خازن النار اللي قبله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في السماء قال ابن أسحاق حدثني بعض أهل العلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تلقتني الملائكة حين دخلت السماء الدنيا فلم يلقني ملك إلا ضاحكا مستبشرا يقول خيرا ويدعو به حتى لقيني ملك من الملائكة فقال مثل ما قال ودعا بمثل ما دعوا به إلا أنه لم يضحك ولم أر منه من البشر ما رأيت من غيره فقلت لجبريل يا جبريل من هذا الملك الذي قال لي كما قالت الملائكة ولم يضحك إليه ولم أر منه من البشر مثل ما رأيت من غيرهم فقال له جبريل أما أنه لو ضحك إلى أحد كان قبلك أو كان ضاحكا إلى أحد بعدك لضحك إليك ولكنه لا يضحك هذا مالك صاحب النار الملك اللي بيعينه في إدارة شؤون جهنم وإدارة شؤون النار زبانية جهنم اللي وصفهم ربنا سبحانه وتعالى بالغلضة والشدة قال تعالى وعايزك تاخد بالك كده من حاجة لما تيجي تقرأ الكرآن الكريم لما ربنا سبحانه وتعالى يوصف حد بصفة معينة بشكل مباشر بيكون هو ده الوصف اللي موجود فعلا بدون أي مبلغة مreibenتكلم على قول الله سبحانه وتعالى فلما ربنا سبحانه وتعالى يوصف الملائكة دول بالغلضة والشدة يبقى هما فعلا بيتصفوا بالغلضة والشدة مش الغلضة والشدة اللي هما نص نص أو كده وكده يعني لو أنت عاوس تتعرف على معنى الغلضة والشدة لازم تشوف الملائكة دي ربنا سبحانه وتعالى يرحمنا وميخلناش نطلع عليهم أصلا وفي من ضمن الملائكة المكلفين بجهنم الملائكة اللي بيكذبوا جهنم اتكلمنا عندهم في حديث قبل كده لما اتكلمنا عن وصف جهنم إن ليها سبعون ألف زمام لكل زمام من سبعون ألف ملك وطبعا قدام في أمارات الساعة وأحداث يوم القيامة هنتكلم طبعا عن وصف جهنم بكل تأكيد طيب في مين بأمن الملائكة تاني في عندنا الملائكة المؤكلين بحفظ البشر قال تعالى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه موال ملائكة بيحفظوا البشر من حاجات معينة ربنا سبحانه وتعالى ما أطلعناش عليها لحد ما بييجي أمر الله سبحانه وتعالى بإصابة العبد من الحاجات دي فعند الموقف ده بتتشال الحماية اللي على الإنس من الملائكة وبيصاب العبد بقدر الله سبحانه وتعالى وبعض التابعين ومنهم مجاهد أنه قال ما من عبد إلا وملك موكل بحفظه في نومه ويقضته من الجن والإنس والهوان وليس شيء يأتيه يريده إلا قال ورائك إلا شيء يأذن الله فيه فيصيبه وطبعا كان في حوادث معينة حصلت مع صحابة بعينهم زي حثة حصلت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه جاء رجل إلى علي رضي الله عنه وقال له إن نفرا من مراد يريدون قتلك من قبيلة مراد يريدون قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال رضي الله عنه إن مع كل رجل ملكين يحفظانه مما لم يقدر فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه إن الأجل جنة حصينة طيب في منتان من الملائكة في الملائكة الموكلين بكتابة حفظ الأعمال بيدون كل ما يقوم به العبد قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد مستعدين ومتهيئين إنهم يحصوا ويعدوا الأقوال والأعمال قال تعالى كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون فالملائكة موجودة حوالينا في كل مكان بيحمونا من حاجات معينة بإذن الله طبعا سبحانه وتعالى وبيحصل كل شيء إحنا بنكتبه وبيقوموا بمهام في الكون كله لكن ربنا سبحانه وتعالى حجب رؤيتنا عنهم ما نقدرش إن إحنا نشوفهم وخلينا أقول لك برضو إن دي كانت آخر حلقة لنا مع الملائكة وده كان آخر فصل في كتاب البداية والنهاية عن الملائكة وفي الحلقة الجاية عندنا كلام بقى عن مخلوقات معينة اتذكر عنهم كلام كتير وفي الحلقة الجاية لازم نعرف حقيقتهم إيه فستنونا طبعا في الحلقة الجاية اللي هتكون قوية جدا إن شاء الله تأكد طبعا أنك عمل لايك وشارك في القناة بفعل التنبيات عشان تقيلها حتى تلقى والبول شكرا بكل تأكيد لكل الدعم اللي لنا على بيتريون فوضافون كاشو بايبل نعموكم لنا حقيقي بيخل نستمر في إنتاج وصناعات المحتوى بشكل مريح السلام عليكم